إحنا عندنا يعني هو هذه جلسات السفر الكوني وإحنا حنسأل الكائنات بالبعد الخامس والسادس حنسألهم أو الخامس بالبعد الخامس إنه هم الآن متخصصين في خلق الكواكب فحنسألهم يعني كيف يخلقون الكواكب أوكي يعني ما هي الفكرة هذا السؤال الأول حنعملها يعني أقصد جلسة عندنا ونسألهم الكائنات الكونية وهي سعيدة بإجابتنا بالمناسبة يعني وسؤال الثاني أيضا حنسألهم إنه أنا أسلمت إجابة بصوا أنا أسلمت إجابة إن الإندروميدان والإسوديين والبليديين موجودين أيضا ما بعد الانتركتكا أنا قلت هذا أقصد بحوار سابق بس أكرره الإسوديين والإندروميدان والبليديين موجودين ما بعد الانتركتكا بدول يعني دول وراضي وحضارات عندهم وأيضا دول أخرى موجودة لدراكونيين والزواحف تعرفون والمجتمعات السرية فهي ما بعد الانتراكتكا أكرر مع الشبابنا ممكن أقول ما يقارب ممكن ألف أرض من أرضنا وأكبر مساحات كبيرة وشاسعة وكلها خير وسلام وثراء وأجزاء من هذه الأراضي فيها اندروميدان نعم فيها اندروميدان يعني اندروميدان مجاورين لنا تعرفون والبليديان والإسودين أيضا بعد الانتراكتكا أي وأيضا خلال النقاش هذا قبل التسجيل كنا أيضا نفكر أنا وصلت إلى استنتاج يعني وبدأنا نناقش هذا الاستنتاج مع الطلاب وناقشه معكم أنا قلت سابقا في حوارات هذا بالسابق قلته أن الملائكة هم بنوا المادة تمام العوالم المادية الملائكة أنا قلت لكن أنا بدايت استنتج لو ندخل في نقاش عميق مع الكائنات الكونية يعني نقاش وأسئلة وأجوبة بدايت استنتج أنه حتى الأرض مخلوقة من قبل الكائنات الكونية الأرض المشتري المريخ الشمس القمر معروف هذا يعني أنا بدأت أكتشف أنه حتى هاي الكواكب كواكب المجموعة الشمسية مخلوقة من قبل الكائنات بعدها طالب سألني قال قال السادة هل تقصد يعني كائنات المستوى الخامس أنا أجبته أقول ممكن الخامس والسادس والسابع تشاركوا في البناء فأنتي يعني أخت معانا من الكائنات الإسودية وضحت شيء مهم أثار انتباهي أنه هي في إحدى جلساتها هي تنتمي للكائنات الإسودية فأنتي في كوكب الإسودين وجدتي قلت أنهار في كوكب الإسودين تشبه أنهار الأرض تمام هذا عجيب والحضائق وبعض النباتات مشابهة إلى الأرض مشابهة إلى الأرض يعني بشكل كبير فممكن يعني أنا برضو مش متأكدة ممكن تكون إشارة أنه كائنات البعض الخامس شاركت في خلق الأرض صح بس أعتقد بصه ما هي تشاركية يعني هو هذا مشروع جدا كبير فهي تشاركية يعني هي حتى نفس الشيعة مثلا تجدون ممكن الآن المصانع المصانع بالأرض هذه بالأرض فتجد إن هي شركة ممكن بدولة غربية وعدها فروع وعمال في موظفين في دول أخرى في آسيا وفي أفريقيا يصنعون تمام؟ معروفة هذه يعني فبالبعد الخامس هم عندهم انتصالات من البعد السادس بعد استشاري طبعا لأن هذا المشروع خلق الأرض ليس يعني مشروع بسيط أو خلق الكواكب يعني لكن نعم مساهمين فيها يعني البعد الخامس بس بنسبة كم ما نعرف لكن هم مساهمين أعتقد بدأنا يعني نستنتج فأنت أيضا ممكن تسأليهم بهذا الأمر يعني أنه ممكن نستنتج أنه الأرض هم خلقوها الأرض الشمس والشموس هي مو الشمس هي ليس الشمس واحدة بالمناسبة الأرض بتاعتنا أقل شيء ممكن شمسين أو ثلاثة هذا أقل شيء فحتى الشمس هم خلقوها استلمي يا عزيزتي كل محبة الأكوان وكل خير الأكوان ونحن فرحانين بك وعالتك الكونية فرحانة بك وأنت قايدة كونية عظيمة والأكوان كلها الآن ترسل لك محبتها والأرض ترسل لك محبتها نحن نرسل لك محبتنا والأكوان فخورة بك عالتك الكونية كانت من درومدن فخورين بك يا عزيزتي فأعتقد يعني ممكن كانت جلسة جدا مميزة أو سفر كوني جدا مميز ممكن في حياتك تمام أعتقد هكذا ها طبعا أستاذ يعني تقربة مختلفة جدا إيه إيه أنا في الأول يعني مش عاوز أقولي لكن باسمي بيعارض الطاقة يعني كان في حصل لغبطة يعني ايه لدرجة أنا يعني أنفاسي كلها كانت تبقى يعني بشكل سريع كده وقوي ومكنتش عارفة تحكم فيها شوية وبدأت يعني يبقى عندي كحة حاجات عجيبة هذا في نقطة قصدك يعني في بداية السفر أم متى قصدك؟ في البداية تماما يعني لأنه أنا كنت بشعر بطاقة الكائنات في الأبعاد العليا سواء كانت من الأندرومدان والأسودين كان بطاقة قوية ايه وانا كان يعني كنت متحدة تماما يعني بطاقة الضوء أو الكون عمتا ايه ايه اه وبعدين كأن جسمي استسلم تماما لطاقة الكون ايه يعني بدأت أن أنا أتحد معه وكده اه لقيت طاقة الأرض أو طاقة جاية بتتحد معي وبتباركني الله هذا مهم ايه هذا جدا مهم ايه تشجعك تقول لك انطلقي نعم نعم ايه ايه صح جدا ايه وشفت الأرض جميلة جدا ومليانة شلالات الله وغدات يعني طاقة طاقة يعني إله يعني طاقة ايه فعلا ايه طيب وفقط ايضا يعني بهاي الفرصة وانت ذكرت الارض نصلي من عجلها حقيقة كلنا نقول نبارك ارضنا الام الحنون هكذا وانت نعم ايتها الارض العظيمة انت خالقة عظيما واستلمي مننا واستلمي من كل الاكوان محبة الاكوان وكل الكائنات الكونية تباركك ونحن شعوب الارض نباركك ونشكرك نشكرك نشكرك انت عندك دور عظيم معنا نقول للارض انت عندك دور عظيم معنا نباركك امتلي بالافراح وبالسلام وبكل النعم الكونية ايتها الارض العظيمة نباركك نحبك زعماء وزعيمات الاكوان القول زليل خالقة لكل أشياء تبارك أرضنا تبارك أرضنا تبارك أرضنا آمين 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 يا عزيزتي بعدين لقيت نفسي في الفراغ تماما ومتحدة بطاقات ضوئية حتى أنا معرفش أشياء تلاقي عليه نجوم مالهية كائنات كان شعور الاتحاد قوي حتى كنت بشع عضو بشكل كبير بألوان مختلفة ومرة بألوان أبيض ومرة بألوان لونها أزرع حتى يعني جاتني رسالة أن أنا أترك الماضي تماما تماما إيه رسالة قوية بعدين شعرت أنه كأنه روحي مش متحدة مع الطاقة الإيجابية كأنها مش مرتبطة بالعالم الأرضي دا يعني مش عايزة أقول انفصال بس يعني شعرت أن أنا اتنين شعرت أنه في جسم المادي وفي روح صحيح وكانت الروح هي المستعدة تستقبل أي طاقة يعني جاية من الكون الله آآ بعدين آآ عذا أنت الآن في أعماق الأكوان كان نجمة ضوئية قصدك آآ آآ يعني كان ضوئي يعني كبير جدا آآ 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 طبعا أنا كنت موجودة معاها يعني موجودة من ضمنها آآ 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 بعدين آآ عملت تصغير للطاقة بتاعتي آآ وبقيت آآ موجودة في كوكب من كواكب الأندرومدن الله مدهش أي آآ آآ أنا مش فاكر العدد لكن هما كانوا آآ ممكن أعطقت تلاتة أو أربعة وفي كثير يعني لكن ممكن المشرفين تلاتة أو أربعة الله آآ آآ وكان معايا والديت الكونية الله مدهش آآ الله مبروك الكون يباركهم وأنا أتصل معاهم أيتها الكانات الأسودية وبارككم وأشكركم أنتم معانا في يعني كل هذه السفرات وهم يحبوك كثيرا الله ويباركوك يا عزيزتي كثيرا آآ عجيبة هاي عجيبة هذه آآ مدهشة كل واحد يسمعها يعني هذا الحوار فوق الصدمة كانوا يعرفون كل التفاصيل كانوا يعرفون بهذه الجلسة ويعرفون أنت سوف تسافرين آآ عجيبة آآ آآ وكان في كائن طاووس يعني أول مرة أشوف طاووس عجيبة سافرت كم في كامل تراميدان آآ على مدهش آآ آآ وكنت أنا بالشكل اللي هو الأفاتار نعم وكان فيه سهولة يعني ما ما كنتش يعني مستغربة أو أي حالة كأن المشهد مألوف آآ آآ أول ما كنت معهم وكنت واقفة جنبهم وكده فكائن من كائنة الأندرومدان إداني كأس فيها آآ مشروب أو كده آآ شربته الأول آآ 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 بعدين بعد ما شربته أنا يعني فضلت أكح في الجسمي المادي يعني جاتني أكحة برضو آآ أعتقد ممكن فيه بلوك في منطقة الحلق أو حاجة آآ آآ بعدين دخلت مباشرة في الجهاز آآ الجهاز كان فيه حلقات ضوئية يعني هو أصلاً كان شغال آآ قبل ما أنا أدخل فيه نعم آآ كان فيه حلقات ضوئية بيضة آآ لكن الشعاع الأزرق أو الضوء الأزرق ما كانش لسه أشتغل لكن هو كان مهيئ يعني آآ فا الغريب إنه أنا يعني الجهاز من نسبالي كان مألوف جداً صح لأن أنت عندك جلسات رائعة سابقاً مع هاي الأجهزة يعني صح آآ وفيه حاجة تاني أنا لما دخلت فيه وكده أول ما دخلت فيه بعدها بدقيقة أو لحاجة آآ أصليت الضوء الأزرق ده آآ علي من قبل يعني عجيب آآ وده يعني مش أنا الوحدي يعني ده آآ حاجة هما بيستخدموها عادي آآ غالباً كمان في أي وقت وخصوصاً لو شخص لو الأطفال مثلاً شخص أتى جديد للحياة كده الله آآ آآ فشفت المشهد ده وأنا داخل الجهاز يعني شعور جداً بالهارموني يعني 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 عظيمي أنا معتادة عليه يعني رائي مدهشة آآ برضو بدأ شعور أن أنا كأن روحي هي مش موجودة في العالم الأرضي تماماً ما شعرش بأي حاجة في العالم المادي أو الحاوسة الخامسة يعني آآ مليل أوي آآ بدأت أحس فيه برودة آآ في أطرافي في طاقة كانت تقيلة جداً في أطراف إيدي نعم آآ بعدين بدأ الضوء الأزرق يتخلى الراسي آآ شعرت كان فيه شيء بيفتح يعني فيه صحيح أماكن بتفتح ما بين الخلايا لا يجب يجب ايه صح ايه 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 آآ الحاجة اللي أنا حسيتها أكتر إن الشعاع ده عام زي شلال الميا صح اللي بينظف ايه عجيب آآ يعني فيه الانسيابية والنعومة وطاقة الضوء الشديدة يعني كان من الأزرق يعني جميل جداً ايه آآ برضو آآ استلامت السيدة أنه بيمسح كل الملفات الأديمة الله 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 ايه مدهش مدهش ايه آمين طبعاً يزيلها تماماً وإلى الأبد وإلى الأبد وتعيشين حياة عظيمة ايه ايه آآ برضو التقنية دي اللي في امتهى من والدتي الكونية إنه هما مستلمينها من الأبعاد الأعلى منهم ايه صحيح ايه ايه آآ هما متعودين عليها ومطبقينها بقى لهم فترة يعني فترة طويلة تمام آآ آآ فترة طويلة جداً ايه مش مش شيء يعني جديد أو تقنية جديدة عندهم وكده آآ برضو استلمت منهم ميسج آآ هما كلهم يعني مش والدتي الكونية فقط إنه هما مستعدين هما يساعدون بأي شكل الله آمين ايه راء 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 جداً ايه أو يعني منتظرين مننا نحنا نساعد أكتر يعني أكتر ايه فعلاً ايه وهي حتى هابي هابي راعة الروح الضوية فهذا أيضاً هو من عندهم يعني ايه يجب أن نعمل هاي الخطوة يجب يعني طبعاً يجب ايه هما عاوزيننا نساعد أكتر بحيث إن نحنا نبتدي نتعلم أشياء تانية آآ أكثر أعلى ايه هما عاوزيننا نتعلم تقنية الخلق الخلق آآ ايه آآ يعني اللي فهمتوا إنه إحنا فعلاً متأخرين وفي حاجات كتير فاتتنا في نغلاق بالوعي عندنا كثير ايه اللي أخبطوها علينا ولو يعني ممكن يكون ندير قليلاً يعني هو اللي دراكونين اللي أخبطو الروح بتاعتنا اللي دراكونين والأخبطوها الأوناناك اللي دراكونين لأخبطوها ايه يا عزيزتي لأخبطوها لأخبطوها روح ملوث ما بعرف مزجها بأي أي شيء بعدها أتوا بفلسفات بتاع الدين وفلسفات أخرى كلها خاطئة وبدأت أنت تسمع الصوت السلبي وتستغرب الصوت السلبي والأحزان مثلاً هاي تعرفوها يعني الطاقة السلبية بصي اي بعدين الضوء العزراء تخلى المنطقة القلب القلب تم توزيع الضوء ده في كامل الجسم تماماً وكأنه بيدخل ما بين الخلايا يعني جداً اي لأن هذه كلها فيها الذكريات تعرفون طبعاً اي بعدين الضوء ما كانش أزراء بدأ أنه يبقى لونه أبيض أبيض اللي هي الروح هذه صح الروح بيضاء اي يعني ما في الشعور هنا أنا ما حسيتش بي حاجة أنا كنت تماماً لا شيء اي لكن في أفكار كنت عاوزة أستلم رسائل في نفس الوقت من والليسي الكونية وهي كانت مستعدة صح اي سألتها عن هل هم موجودين هي استلمت كنواية يعني اي هل هم موجودين ككائنات قصودين واندرومدن ما بعد الانتراكتكا اي اي اه فقالت اه موجودين اي بسوء جزء منهم جزء منهم ايه قرر ان هو يكون هناك وجزء ثاني اه في الابعاد العين اي اه لاحظوا اي اي وقالت ان اه جزئية القارة اللي هي الانتراكتكا اي ما كانتش مش القارة صوري الجزء ده اي اه هو ما كانش موجود وكانت الارض اي اه هي واسعة جدا هي واسعة جدا جدا اي وبعدها هو صنعو هذا اعتقد ممكن لدراكونين هي عملوها الانتراكتكا اه اي عملوها عشان يحجمونا اه ونعيش في جزء كده محدد يعني اي لكن الاصل ما كانش كده اي كانت الارض حاجة واحدة وكانت الكائنات دي موجودة اي يعني وتعيش كلها اي 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 اه اي اه اه فهي اكدت النقطة دي فاحنا طبعا ما نعرفش حاجة عشان محددين يعني في جزئية معينة اي اي ام طبعا فيه اراضي اخرى فيه ممكن ابعاد اخرى يعني لو فهمتوا منها فيه ابعاد اي نفس يعني اي ما بعض الارض بتاعتنا فيه ابعادها اي 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 صحيح جدا اي صح اي 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 وهم كتير يعني انا برد شفت كائنات كتير موجودة اي صح اي 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 وختلفة وسودين واندرومدن واشكال تانية واشكال اخرى لكن هي الارض جميلة جدا يعني المناطق ما بعد الانتراكتكا مدهشة جميلة جدا يعني اي اي واللي فهمتوا ان دي طبيعة الارض طبيعة الارض ايوة صح الجزء اللي احنا عايشون فيه حاليا كان يشبه الاراضي الموجودة الموجودة اها بصوا واللحظة ايش عملوا فيها اي اه ده بالنسبة للسؤال ده السؤال التاني على ان هم هل صهموا في كوكب الارض اي فهي اجابت اه بمساعدة الكائنات العليا والملكات اه بصوا اذا استنتاجنا صحيح تلاحظون اه لاحظوا اي يعني هذه هي الارض مخلوقة من الكائنات الارض والمريخ والمشتري كل واحد يسمعنا اي المجموعة الشمسية مخلوقة من هذه الكائنات يعني اي ولاحظوا اذا كم عندهم من علوم بصوا بصوا يعني يعني هي الفكرة اذا كم عندهم طاقة وعلوم وهذه الآن خلق الكواكب يعني لاحظوا ولهذا هو هذا الجهاز وهذه الامور عندهم يعني جهاز الضوي وصناعة تروح اعتقد عندهم بسيطة جدا يعني هاي الامور لأنهم وصلوا لمرحلة اعلى اي اي اه فعلا ده شيء يعني طبيعي عندهم يعني اي اي اه اه فهي قالت بمساعدة الكائنات العليا والملوك والملكات والملكات الكونيات اه هاي الابعاد العليا اي طبعا اي اه برضو هي انا اللي فهمته انه مش كله مش كل الكائنات في البعض الخامس يسمح لها ان اي تخلق كوكب لا لا ما تقدر صح جدا لا لا طبعا هاي هاي فيها تخصصيات اي طبعا اي اي فعلا اي اه بالنسبة لما سألت خلق الكواكب بشكل عام اللي هما بدأوا فيها حاليا اي اه هي بتقول انه بيخلقوا الكوكب عن طريق اه ان هما بيصنعوا دوامات طاقية اي صح بداية اي يعني ده نقطة الاساس اي اه طبعا ما فهمتش منها تفاصيل اكتر يعني لانه هو الامر عميق هذا اه اي اه شوية ان انا بدأت اتحد مع الفراغ فلدرجة انه اي مش عارف اتحاول معها ومش عارف استقبل لكن انا خدت منها كلمة الدوامات الطاقية طاقية اي اي وشفت شكل الدوامات يعني كيف شكلها كان تقريبا دائري يعني ممكن اي زي الشكل الحلزوني اه الشكل الحلزوني اه اي اي اه كأنه مجموعة من الطاقة يعني طبعا مغدنها من المصدر يعني اي بيجمعوها وبيعملوها كدوامة طاقية اي وهو ده اساس الكوكب يعني طيب ممكن شخص طيب ما معنى هو الدوامة يعني بالعربي يعني هي عايش وي المصطلحات مش معروفة تقريبا يعني هل هي قصدها الدائرة ام ماذا يعني او طاقة او حلقة طاقية خصدها ممكن حلقة اه يعني هو حاجة زي الفورتكس اي مثل الفورتكس بالانجل دوامات هما أصد دوائر متصلية مع بعض يعني واحدة باحدة اه هذه تسمى دوامة اه اه او الحلزونيات كما يعني الحلزونية اه عجيبة اي لانه من نقطة من نقطة متصلة مع معبائل دائرة يعني اي فهي دائرة حلزونية ولكن كسيفة جدا في الطاقة يعني اي اي وانا اعتقد فقط اريد ان اضيف لك اه انا اعتقد هي ممكن يصممون كمجموعة ممكن من الكواكب يعطوها بالانجلش يعني الابستركت المادة الاولية وممكن ينشروها بالكون يعني وممكن مش تكون كوكب واحد يعني ممكن ما بعرف ممكن مئة كوكب ما بعرف هذي انا يعني بس هيك من من كلامك يعني اي يعني هي تكون على شكل قوالب كوكبية ممكن بهذا المصطلح ممكن مئة قالب ممكن الف ممكن خمسة قوالب معا اي اعتقد يعني بس هاي فيها خبرة عالية هذي جدا اه فيها تفاصيل اي اه اه فيه فيه عمق في الموضوع فعلا لانه انا خدت منها كلمة دوامات طاقية وبعدين ما فكرتش او مسألتش داني اي اه كانت ضوء الابيض يعني تماما بيتخلل يعني اي درجة انا اي ما كنتش بشعر بقية حاجة حرفيا حتى ما عنديش وصف لاي شعور عندي اي اا بعدين خرقت من الجهز الضوئي اي وكنت وعيا يعني بقسمي اللي هناك اللي هو بقسمي الاباتار وحيتهم وهم بعتوا ولينا تحية رائع جدا اي طبعا اي نباركهم ايضا ونرسل لهم تحية ومحبة لهم اي ونحو نشكرهم انا فقط ايضا يعني بهذا الحوار نحو نشكرهم حقيقة على المساعدات العظيمة اي ودورهم وموقفهم النبيل فنحن كمجموعة نشكرهم على يعني فتح ممكن هذه المعارف لنا ومشاركتها مع الارض يعني نشكركم اي الكائنات النبيلة اي فتحوا ابواب عظيمة من المعرفة ما كنا نعرفها ابدا يعني اي تعرفون بعدين شكرتهم وكان فرحانين جدا يعني اي فرحة فرحة يعني مش مثلا زي هنا في الارض فرحة وصيارة وخلاص وبتنتهي لأ فرحة كأنها نبع من الوك نعم نعم اي 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 احتفال كوني النجوم والاكوان والكائنات فرحانين بك طبعا اي اي حقيقة يعني رائع جدا اي اي بعدين عدت الارض بسرعة اي ومخدت شوقت ان انا اي مخدت شوقت ان انا انتقل الارض اي كان وقت جدا قصير والغريب يعني انا في اوائل سفري لما كنت دم بسافر الكائنات العليا كان فيه شعور بلتعب شوية اي ارهاق ومش عارف اي دلوقتي لأ اي العكس تماما يعني الله عندك هي هي طاقة الفرح صح والنشاط والبهجة والسعادة اي 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 ومستوى الثقة ومستوى الثقة بالنفس الان كيف تشعرين يعني بها عالية طب يعني اي رائع جدا اي مدهش اي اي وهذه ارواحهم ممكن نقيسها على ارواحهم هم هكذا يعيشون تعرفون بصوا اي اه في خفة تلقائية سهولة اي 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 يعني انا حتى اتحركت يعني انا قبل كده ما كنتش بتحرك يعني كنتش بقوم من مكاني كنت بعد فترة ادرك ان انا موجودة في كوكب الارض وادرك الغرفة ومش عارفة اي المرة دي انا يعني قلت دي طاقة الخلود او طاقة الشباب الدائم دامي عجيب طاقة الضوء فعلا طاقة ناقية جميلة جدا هم مهتمدين عليها عليها في الخلق وفي الحياة اي اي رائع جدا اي فعلا يعني مدهشة وانت ايضا تتكلمين يعني انا فكر بعد الانتراكتك ايضا كم هو جميل وماذا بنوا من حضارات جميلة تعرفين فبصهم الان مجاورين لنا الاسودين والندرومدن والبليديان وكانت اخرى كما قلت اي فاذا كيف يبنوها الان مدهشة لاحظوا اي عجيبة عجيبة ويعيشون يعيشون يعني مدنهم وهيك شوارعهم اي مركباتهم جميلة جدا الارض اي انا افكر بهذا الان يعني هو الفابركات اللي حصلت علينا كنا تقريبا اه هنعيش زيهم يعني هنعيش نفس الارض الجميلة اي فيها كلها خضار فيها اي فيها حتى نباتات مختلفة نباتات صحية اوليا خصائص معينة اي 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 فعلا اي رايعة اي الارض جميلة جدا اي اي الكون العظيم يبارك حياتك يا اختي كلنا نصلم من اجل اختنا استلمي محبة الاكوان استلمي كل خير الاكوان ومبروك هذا يعني هاي الحياة العظيمة مبروك 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 والاكوان فرحانة بك ونحن فرحانة بك حقيقة وعائلتك الكونية وكانات الاندروميدان فرحان بك ونحن نشكرهم نشكركم ايتها الكائنات العظيمة يعني على اننا نشارككم وتشاركون هذه الحياة نبارك استلموا مننا كل المحبة الكونية والسلام الكونية وايضا انت استلمي من الاكوان استلمي مننا واستلمي من عائلتك المحبة الكونية والخير في حياتك امين 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 امين